لأنك في عبادة مستمرة لا يعلمها حقيقة إلا الله وحقيقة يعني إيه؟ أي حد تقول له صايم يقول لك صايم الحمد لله لكن درجة الإخلاص في الصيام درجة الإخلاص في الصيام إيه هي؟ درجة الإخلاص في الصيام إنك تكون في معية الله قالبا وقلبا تكون في معية الله في كل أحوالك في كل حركاتك في كل سكناتك يعني إيه في معية الله؟ يعني إحنا نقدر نقول حاجة مهمة أوي نقدر نقول إن إحنا لما نبقى مخلصين لله نضع الله رقيبا علينا في كل شيء آه رقيب أيوة يعني إيه؟ ناظر إلينا رقيب علينا يعني ناظر إلينا ولذلك رب العزة تبارك وتعالى بعد ما توحد قل لا إله إلا الله يقول لك يا ابن آدم ألم تعلم أني ناظر إليك؟ تقول نعم يا ربي يقول لك ولما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ليه؟ استخفف بنظرتي ليك ليه؟ بمرقب يعني المراقبة اللي كانت مني عليك ليه؟ ربنا بيقول إن الله كان عليكم رقيبا برائب كل كبيرة وصغيرة فيك خافية أو علانية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ترجمة نانسي قنقر